السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم اصدقائي في درس جديد من دروس تعلم اللغة الايطالية على قناتكم ايطاليانو ان كنت مهتم بتعلم اللغة الايطالية والتحدث بها بطلاقة فدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تسلك كل الدروس في هذا الدرس سوف نتعلم كيفية تكوين الجملة من اللغة العربية الى اللغة الايطالية لكي لا اتل عليكم لندى الدرس على بركة الله الجملة الاولى اريد ان اطبخ السمك لكن ينقصني الزيت لنحاول تكوين هذه الجملة باللغة الايطالية لكي اقول باللغة الايطالية انا اريد فعل يطبخ باللغة الايطالية كوچنار كوچنار فعل يطبخ او فعل يطه كوچنار اذا انا اريد ان اطبخ volio كوچنار volio كوچنار انا اريد ان اطبخ volio كوچنار السمك بالإيطالية إذن الآن أريد أن أقول كيف نقول ذلك باللغة الإيطالية؟ قلنا أنا أريد أن أطبخ إذن أنا أريد أن أطبخ السمك إذن تحصلنا الآن عن الجزء الأول من الجملة لنكمل بقية الجملة بنفس الطريقة لكن بالإيطالية ما تعني لكن هناك أيضا عبارة أخرى نعني بها لكن وهي الآن كيف نقول ينقص بلغة الإيطالية؟ ينقص ينقصني الزيت باللغة الإيطالية لاليو لاليو نعني به الزيت لاليو لاليو إذن لنكون معا الجملة لكن ينقصني الزيت لكن ينقصني الزيت نعم ما مي مانك لوليو ما مي مانك لوليو لكن ينقصني الزيت ما مي مانك لوليو ولآن أنا أريد أن أطبخ السمك لكن ينقصني الزيت بالإيطالية هذي العبارة يمكن أن تستخدمها مثلاً الزوجة لزوجها الجملة الثانية كيف تقول هذه الجملة باللغة الإيطالية؟ فعل يسمع أو يستمع باللغة الإيطالية أسكولتاري يعني يسمع أو يستمع أسكولتاري ولكي نقول أنا أسمع أو أنا أستمع فقط نصرف هذا الفعل مع إي في زمن الحاضر البسيط إذن أنا أستمع من فعل أسكولتاري أنا أستمع لك أو أنا أسمعك فعل يتحدث أو يتكلم باللغة الإيطالية؟ بارلارة 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 فعل يتكلم أو يتحدث وإذا أردنا أن نقول تحدث أو تكلم باللغة الإيطالية بارلا تحدث تكلم بارلا هنا أمر نعني بها تحدث أو تكلم بارلا فعل يقول أو يخبر باللغة الإيطالية دير 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 فعل يقول أو يخبر وسبق لنا أن رأينا تصريف هذا الفعل في فيديو نشرته سابقا شرحت فيه كيفية تصريف هذا الفعل في الحاضر وفي الماضي وقمنا بإضافة الزمائر المتصلة له أرجو مشاهدة هذا الفيديو فهو مفيد جدا إذن قلنا فعل يقول أو يخبر باللغة الإيطالية دير دير وإذا أردنا أن نقول قل لي أو أخبرني دمي ديمي ديمي تعني قل لي أو أخبرني ديمي ديمي قل لي أخبرني كل شيء باللغة الإيطالية توتا 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 تعني كل شيء إذن أخبرني كل شيء ديمي توتا ديمي توتا ديمي توتا أخبرني كل شيء والآن تحصلنا على الجملة الكاملة ولكي نقول بالإيطالية أنا أستمع إليك تحدث قل لي كل شيء والآن تحصلنا على الجملة الكاملة بالإيطالية أنا أستمع إليك تكلم أخبرني بكل شيء الجملة التالية لا أريد أن أعمل معك بعد الآن فأنت مستغل كبير أو أنت استغلال كبير لا أريد أن أعمل معك أو لا أريد العمل معك بعد الآن فأنت مستغل كبير أنت استغلالي قلنا في بداية الفيديو أنا أريد ولكني نقول أنا لا أريد إذن فعل يعمل أنا لا أريد أن أعمل معك بالإيطالية كونت تعني معك وإذا أردت أن أقول أنا لا أريد العمل معك أو أنا لا أريد أن أعمل معك أنا لا أريد أن أعمل معك والآن أريد أن أقول أنا لا أريد العمل معك بعد الآن إذن كيف نقول إذن كيف نقول بعد الآن باللغة الإيطالية في هذه الحالة يمكننا استخدام العبارة بيو 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 لديها استخدامات كثيرة من بينها بعد الآن بيو إذن أنا لا أريد العمل معك بعد الآن non voglio più lavorare con te non voglio più lavorare con te أنا لا أريد العمل معك بعد الآن non voglio più lavorare con te استغلالي أو مستغل بلغة الإيطالية sfruttatore sfruttatore مستغل أو استغلالي sfruttatore sfruttatore كبير بالإيطالية grande 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 تعني كبير إذن أنت مستغل كبير أو أنت استغلالي كبير ساي un grande sfruttatore ساي un grande sfruttatore أنت استغلالي كبير أو أنت مستغل كبير ساي un grande sfruttatore وبالتالي لكي نقول بالإيطالية أنا لا أريد العمل معك بعد الأن أنت استغلالي كبير أشعر فعل يشعل أو يشغل باللغة الإيطالية ولكي نقول أشعل أو شغل باللغة الإيطالية أشعل أو شغل أشعل باللغة الإيطالية إذن أشعل الضوء أشعل الضوء مزلم بالإيطالية بوئو 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 تعني مزلم بوئو إنه مزلم أبوئو أبوئو إنه مزلم هنا بالإيطالية qui 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 تعني هنا qui إذن إنه مظلم هنا e buio qui e buio qui إنه مظلم هنا e buio qui فعل يرى بالإيطالية vedere vedere فعل يرى أنا أرى vedo vedo أنا أرى أنا لا أرى non vedo non vedo non vedo أنا لا أرى non vedo أي شيء أو ولا شيء باللغة الإيطالية niente 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 ولا شيء أو أي شيء إذن أنا لا أرى شيء non vedo niente non vedo niente لنقول الآن الجملة كاملة أشعل الضوء إنه مظلم هنا لا لا أرى شيئا لا أرى شيئا أشعل الضوء إنه مظلم هنا لا أرى شيئا أرى شيء أشعل الضوء أشعل الضوء